متابعنا الكرام اليوم أريد أحكيكم على رائحة الفم الكريهة الكثير من الناس طلبوا فد أعشاب معينة تزيل هذه الرائحة طبعا قبل أن نستخدم أي شيء لازم نتأكد أنه لا يوجد أي مرض معين مثل التهاب اللثة أو التسوس الأسنان أو أمراض داخلية أو التهاب الجيوب الأنفية بعد ذلك نستخدم أول شيء وأهم شيء السواك لأن السواك وصبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويخلصك من جراثيم الفم ويحسر رائحة الفم جدا أيضا تقدرون تأخذون خلطة من السمسم وقليل من القرنف المطحون ذوبوهم في نصف قدح ماء وتتمضمضون بهم لمدة نصف دقيقة لغاية أسبوع كامل أيضا تقدرون تأخذون هذه الخلطة ملعقة صغيرة من الحبة الحلوة وملعقة صغيرة من الدارسين وملعقة صغيرة من اليانسون تغلوهم الماء يتنجعا بعد ذلك تجعلوهم قدح ماء وماء مغلي فوقها من يوردين شوية يتنجعا تضيفون عليهم ملعقة صغيرة من الخلط تتمضمون بهم يومية دقيقة لمدة أسبوعين شيء مهم أنه لازم تشربون الماء باستمرار لأن جفاف الفم أيضا يجعل الفم يبعث رائحة كريحة إن شاء الله ستستفادون هذه الأصفات تحياتي لكم ترجمة نانسي قنع